من أن محافظة الذقار تصنف من المحافظات الزراعية في العراق إلا أنها شهدت في السنوات الأخيرة تراجعاً واضحاً في الإنتاج الزراعي وذلك بسبب ظاهرة التصحر وقلة المبازل وتلك الكثير من المشاريع الاستصلاحية مما أثر سلباً على الواقع الزراعي في المحافظة قبل هذه عشر سنوات الأرض كلها كانت تجرع وبها زراعة خير من الله وكأننا عيشتنا على زراعة حسن قطعة الزراعة ماك لا مي لا شي يعني ظل مصدر عيشتنا لو تطلع عمالة تروح للبغدال لو شي يعني ماك مصدر لو عندك حلال وتعيش والله غضيت الزراعة راح تنتهت قبل متوانسين تشيني عندنا زراعة مال الشعير وحنطة وخضروات والكار وانواح قبل حسنك شي ماكش ليه مال فلاحون ومزارعون طلبوا الجهات المعنية باستصلاح أراضيهم الزراعية من خلال إنشاء مبازل أضافية لكري الأنهار فيما أكد آخرون أن تفاقم مشكلة التصحر في المحافظة ستنعكس سلبا على الواقع الزراعي وتساهم في هجرتهم من الريف إلى المدينة في حال لم توضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي امتدت لسنوات طويلة هذه المناطق كانت أكثر من خمسة آلاف دونم كانت بيها أراض زراعية نزرع بيها حنطة وشعير ونسدر إلى الدولة ولكن بعد ما انتهى الماء ونشف الماء انتهت الحيوانات اللي كانت نعيش بيها وتكرم البقرة هم انتهى ماكو بالمنطقة وكانت الناس هاجرت أكثر شيء من هاي المنطقة إلى السوق عدم مياه لا توجد بها شحت المياه راجعنا عدة مرات إلى الدولة والمسؤولين وماكو الفلاح قاعد يكره على حسابه وكررنا النهار اللي موجوده وما وصل ماي لحد الآن رئيس الجمعيات الفلاحية في ذيقار أكد أن اتساع الرقعة الجهرافية للصحراء وزحفها نحو الأراضي الزراعية هي نتيجة للإهمال الكبير في قطاع الزراعة دعيا إلى استخدام الأساليب الحديثة لمكافحة التصحر نلاحظ هناك زحف من الصحراء على الأراضي الزراعية عكس طموحنا نحن كنا نطمح إلى أنه نتقدم نحو الصحراء ونزرع الأراضي الصحراوية ما نجده الآن حتى أحد التقارير اشيرت إلى أن مناطق الأهوار مهددة أن تكون مناطق صحراوية وبالتالي إذا تحولت مناطق الأهوار هذه البيئة الجميلة وهذه الطبيعة الخلابة إلى مناطق صحراوية حقيقة هذا مخيب للآمال كذلك نعم في الجانب الزراعي الآن يعني كانت لدينا على سبيل المثال كان عندنا تقدم في الصحراء يعني في منطقة معنيش كان عدلة 320 مزرعة تزرع طماطع الآن انعدمت هذه المزارة على طريق المرور السريع ويذكر أن محافظة ذقار قد طالبت الحكومة المركزية في وقت سابق بتخصيص مبلغ مالي لتحسين الواقع الزراعي لا سيما وأن الواقع الزراعي في المحافظة تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة لقناة صلاح الدين الفضائية عيدر الخياط محافظة ذقار